السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة عامل معاكم البريج بالجبنة بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي نتيجة روعة زي ما انتوا شايفين عجينة هشة وجميلة جدا وبجد طعمه بقى رائع جدا جدا علشان مقديره طبعا مزبوطة وكمان تسويته مزبوطة 100% وهقول معاكم في الفيديو ان شاء الله كل اسرار نجاحه كانت عاملة ازاي التسوية بتاعته حلوة جدا من فوق ومن تحت وكمان من جوا عامل ازاي؟ يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقة والمقدير المقدير معانا النهاردة كيلو دقيق منخول كوبايتين زبادي اللي هي 120 جرام ربع كوباية زيت وكمان معايا معلقة كبيرة صلصة ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خل خل ابيض عادي ومعلقة كبيرة بيكنج بودر ومعلقة كبيرة خميرة فورية وثلاث معالق كبار لبن بودر دي المقدير معانا النهاردة سهلة قوي ومش مكلفة خالص ومعانا كمان نص معلقة ملح معلقة صغيرة طبعا وبعدين هنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه في الطريقة بتاعتنا بس هنستخدم مية حوالي كوباية وربع مية دافية انا زودت عن كوباية وربع الحقيقة لان الدقيقة بتاعي كان عايز مية اكتر ربع كوباية المية دي انا هحط فيها المعلقة الكبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة وهدوابهم في بعض وهاركنهم كده على بالمجاهز حاجتي ونشوفها شغالة ولا لا دي خطوة مهمة جدا عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة هنقلبها مع بعض ونسيبها على جنب كده وبمجرد من حط المكونات الجفة بتاعتنا مع بعض هتبدأ الخميرة بتاعتنا تظهر لنا ان هي فعلا شغالة وكويسة هنبدأ نشتغل بيها على طول عايز اقول لكم البرك بالجبنة طعمه رائع جدا جدا ومن انجح الوصفات اللي هتعمليها ان شاء الله لان المقادير دي ممتازة يعني حطيها بالضبط زي ما بقولك كده حطينا بقى كيلو الدقيق علشان نبدأ نعجل مع بعض حطينا كيلو الدقيق وهنحط عليه كل حاجة معنا هنحط عليه نص معلقة الملح وكمان معلقة الخل وهنحط عليه اللبن البودر والبيكنج بودر وكل حاجة عندك بقى معلقة الصلصة وربع كباية الزيت وعلبتين الزبادي وكل حاجة هنحطها مع بعضها بس هنقلب الاول التلات مكونات الجفة دي مع بعض كده عشان نتأكد ان هي اتقلبت مع بعض كويس وبعدين نبدأ نضيف الحاجات التانية بتاعتك مش شرط تعملي السوايل لوحدها وبعدين تضيف المواد الجفة لا هي طريقة عجن البريك وكله مع بعضه في نفس الحاجة وهنعجل مع بعضه كله ونضيف المياه طبعا بالتدريج حطينا معلقة الخل بقى دلوقتي وحطينا معلقة الصلصة معلقة كبيرة طبعا صلصة طبعا معلقة الصلصة دي عشان تخلي العجين لونه كده بامبة كده حلو محمر كده زي ما بنشوفه في الفرن بالزبط هو السر في معلقة الصلصة دي ربع كوباية الزيت نفس الكوباية اللي هعاير بيها المياه هي اللي هعاير بيها الزيت ربع كوباية زيت لكن انا استخدمت حوالي كوبايتين اللي ربع مية انت بقى بتعملي انا هوريك العجين يوصل ازاي وبتعملي المية على حسب ما انت عايز هضيف بقى على البيتين الزبادي زبادي بلدي زي ما انت شايفة كده افضل كتير اللي هي المية وعشرين جرام الصغير هنحطها زي ما انتوا شايفين انا الى الان فاضيف المقادرة على بعضها ما قلبتش لسه اي حاجة وهبدأ بقى اقلب الحاجات دي مع بعضها وطبعا باضافة المية لحد موصل للعجين المطلوب عايز اقول لكم ان العجين بتاع البوريك بالجبنة ده بيبقى عجين طاري شوية وبيلزق شوية ليه علشان يطلع معاك النتيجة اللي شفتيها في الاول دي عايز اقول لكم مش عشان انا اللي عملاه لا عشان المقادير مظبوطة مية في المية كان طعمه رائع جدا جدا وطبعا الحشوة دي على حسب زوءك وبرحتك انا حشيته النهار ده جبنة اسطنبولي علشان هي بنحب دايما في المخبوزات يكون الجبنة طعمها حادق شوية عايز اتحطي اي نوع من الجبن مفيش مشكلة عايز اتضيفي معاها زاتون زي ما تحبي عايز اتضيفي معاها زعتر كل بقى واحد وزوقه في الحشوة دي لكن العجين بجد كان ممتاز جدا جدا وبرضه الاسرار والتكات بتاعته ان انت لازم تخليه يخمر كويس ولازم تخليه بعد ما تقطعيه يرتاح كويس كويس جدا هتشوفي معايا دلوقتي هنعمل ايه بس هنمشي خطوة خطوة مع بعض دلوقتي انا بحاول اقلب كده العجين مع بعض المكونات اللي احنا حطناها كلها علشان طبعا تختلط ببعضها كويس واول ما حس ان هو فعلا خلاص كله تشرب مع بعضه هبدأ اضيف المية بالتدريج بس يعملوا حسابكو المية دايما تتضاف بحرص علشان الدقيق مش كله زي بعضه انا الدقيق عندي كان فعلا محتاج مية اكتر يعني كباية وربع مية مع جنهوش انا يعني ضفتي تاني وطبعا المية تكون دافية زي ما انتو عارفين طبعا انا ضفت كده كباية وهبدأ اعجن بقى لحد ما شوف الدنيا فيها ايه وطبعا لسه معايا ربع كباية اللي فيها الخميرة على بال طبعا ما خلص العجن هتكون ظهرت ان هي شغالة ولا لا بصوا بصوا عاملة ازاي ارتفعت ازاي وبقت عاملة ازاي ممتازة جدا ولو ستاها خمس دقايق كمان هتتدلق من الكباية كده بقى هي شغالة وكده بضفها كويس قوي على العجين وبعدين بقلب لو احتاجت بقى مية بعد الحكاية دي احتاج شوية مية دافية بسيطة العجين بتاعي الشكل اللي انتو شايفينه ده بصوا المنظر عامل ازاي طري وماشي في ايدي حلو جدا ولو لاحظت هتلاقو بيلزق شوية يعني ما بيخلعش من ايدي بسهولة هي ده العجين المطلوب بصوا قوامه عامل ازاي بيمط كده وزي ما انتو شايفينه عامل ازاي هو ده العجين الممتاز جدا للبوريك كده خلاص انا هالمه بقى وهحطه في ناحية كده علشان يبدأ يخمر طبعا هنسيبه يخمر انا المطبخ عندي دافي جدا دلوقتي لاني كنت مجاهز الغداء فطبعا الخميرة بتلعت على طول وتلع بسرعة ما خدش نص ساعة انت حطيه برضو ممكن تحطيه في مكان دافي شوية هي بتعمل معاك بسرعة بصوا الخميرة عالية تقد ايه العجين بتاعي كده خمر كويس جدا وما بقاش نقصه اي حاجة غير ان انا ابدأ اقطعه هرش رشة بسيطة من الدقيق عشان انتوا عارفين العجين طري وهبدأ اقطعه كده الكيلو اللي معايا ده هقطعه الاربع كرات عشان استخدم كرة كرة شايفين العجين بيمشي معايا حلو جدا جدا لان الخميرة يعني خمر كويس وبقى يعني سهل جدا في التشكيل كمان بعد التقطيع ده لازم اسيبه يرتاح اغطي عليه كده اي كسب شمع وفوطة وهسيبه يرتاح علشان اعرف افرده بعد كده دلوقتي بقى انا هفرد كرة كرة من اللي معانا ديت عشان ابدأ اشكل البريك بتاعي حطيت رشة من الدقيق وهبدأ بالنشابة بقى او اي حاجة عندك هتفردي بيها المهم ان احنا هنفرد الجزء بتاعي ده لحوالي نص سنتي يكون سمك بتاعه نص سنتي بالزبط مش عايزة يكون كتخين ومش عايزة يكون رقيق قوي لازم يكون ليه جسم شوية طبعا هفردها وهقطع طبعا الدواير بالكباية اي كباية عندك هتقطعي دواير عايزها جبيرة عايزها صغيرة على حسب ما انت عايزة بس المهم تكون قد بعضها وشكل بعضها عشان يبقى شكلها حلو في النهاية كده انا فردت زي ما انتم شايفين كده السمك بتاعي دلوقتي هيوصل نص سنتي وهبدأ اشتغل بالتقطيع بتاعه بصوا النص سنتي اهو شكلها كده بالزبط والعجيل ممتاز جدا وطري وجميل هبدأ بقى اقطع بالكباية زي ما انتم شايفين وبعدين الزوايد اللي بتبقى بين التقطيع دي هنشيلها ونستخدمها تاني طبعا هنفردها تاني طبعا لو عند الكباية يكون السن بتاعها حامي شوية يكون احسن عشان ما تعزبكش في التقطيع بس في كل الاحوال بيتقطع طبعا دواير زي ما انتم شايفة كده خلصت انا التقطيع الجزء ده وهحاول اسلك بقى الاجزاء اللي طلعت من حوالي دي هاخدها خالص وبعدين هعجلها تاني انا بقى مجهزة معي دلوقتي الجبنة البيضة اسطنبولي زي ما قلتلك ممكن تخلطي اي انواع من الجبن مع بعض وممكن تحطي معاها متزارلة وممكن كمان تحطي معاها زاتون لو حبا الحقيقة احنا عندنا هنا الولاد بيفضلوا الجبنة الاسطنبولي عشان بتبقى ملحة شوية في المغبوزات وبيبقى بجد طعمها روعة دلوقتي بقى همسك دي طبعا القطع لانا شلتها من حواليهم دي هحطها تاني في تحت الكيس المشمع عشان ما تنشفش وهنشكلها تاني في وقت بعد كده هنبدأ بقى نمسك واحدة واحدة من دي ونبدأ نحشيها زي ما انتم شايفين ما تقطريش عشان تجيبنا حدقة ما تقطريش عايزة عايزة تحطي انواع تانية تحطي تكون يعني مش حدقة قوي اه حطي براحتك بص بنعملها ازاي بنقفل عليها كويس من هنا ويدوب لفة بسيطة بس تخليها اه خلاص يروح اثر اللي هو التقفيل ده ويبقى شكلها زي ما انت شايفة كده هحطها بقى على صانية او اي صوج انت عندك هتكون يدهنى طبعا بالزيت لازم تدهني زيت وبعدين تبدأي تحشي وترسي البوريك بتاعك في الصانية بعمل معاكو تاني عشان تشوفوا شكله بيبقى عامل ازاي بنقفله كده زي ما بنقفل القطائف شوية وبعد كده بنقلبه على الوش التاني ونضغط عليه عشان ما يبقاش فيه يبقى الوش بتاعه كده انسيابي وشكله حلو شايفين الشكل اللي انتو شايفينه ده هبدأ بقى خلص الكمية اللي معايا دي طبعا معايا كمية كبيرة معايا اربع كرات كبار لسه هفردهم كلهم وهقطحهم بالطريقة دي وهبدأ احشي الكمية اللي معايا بقى خلصها كلها وبعد ما حشيها هقولكو هنعمل ايه بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتي انا دلوقتي الكمية دي عملت لي على فكرة كمية كبيرة جدا من البوريك آآ كملت طبعا معاكم الكمية كلها وهوريكو دلوقتي عملت معي قد ايه هي عملت معي ثلاث صاجات عملت معي صانية كبيرة وعملت معي صازين كمان الخليط اللي معايا دلوقتي ده عبارة عن معلقتين لبن بودر ومعلقتين سكر ومعلقتين مية ومعلقة صغيرة ونسقفية على فكرة الخليط ده بيدهن الوش بتاع المخبوزات بتاعك من غير ما يعمل اي اثر لبقى زي البيض ولا اي حاجة بيدهن لون جميل جدا وتبادي خالص عن البيض بدهن وش الصانية كله وانا مسخانها الفرن دلوقتي على درجة حرارة آآ مية وتمانين درجة انا هدخله على مية وتمانين درجة على الشبكة اللي في النص وبعد ما يتحمق يعني ياخد وش كده من تحت يبقى لونه ان هو استوى ببدأ ارفعه فوق للرف الفقاني خالص يا امت ولاي عليه الشوية بس يتاخد بالك من هو التوليه الشوية عليه ما تتأخرش عليه عشان يطلع لونه جميل زي ما انت شايفاه في بداية الفيديو كده هرش عليه حبة البركة وممكن ترش عليه سمسم او زعتر اي حاجة على حسب ما انت بتفضلي ودي النتيجة النهائية زي ما انتو شايفين مفيش اجمل من كده بصراحة عايزة بقى لو عجبكو البريك بتجيبنا النهاردة عايزةكوا تعملولي لايك في الفيديو وتشتركوا في القناة النهاردة لو بتشوفوني الاول مرة عشان دايما يوصلكوا كل فيديوهاتي واشوفكو الفيديو الجاي ان شاء الله ووصفة جديدة من وصفاتي الطبخة بقى اصلا